تشارك الجزائر غداً في الاجتماع الوزاري الثاني والسبعين بعد المئة لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك. هذا الاجتماع الذي تدرس أجندته احتمال تمديد العمل باتفاق العشر من شهر ديسمبر الماضي والقاضي بخفض قدره 1.8 مليون برميل يومياً من أوبيك وخارجها وهذا لمدة تسعة أشهر إضافية. الاجتماع يتميز بحضور دول أخرى من خارج المنظمة كعلامة على التنسيق العالي الذي ما فتأت الأوبيك تحرص عليه لتحقيق إجماع يفضي للحفاظ على أسعار متوسطة لبرميل النفط. هذا وارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأوروبية اليوم للجلسة السادسة على التوالي محققة المزيد من المكاسب على خلفية احتمال تمديد تخفضة الإنتاج. حيث صعدت عقود برانت بعشرين سنة لتصل إلى أربعة وخمسين دولاراً وخمسة وثلاثين سنة للبرميل منذ أن سجلت أعلى مستوياتها في التاسع عشر من شهر أفريل الفارت. كما ارتفعت أسعار الخامة الأمريكي غرب تكساس الوسيط لتصل إلى أحداً وخمسين دولاراً واربعة وستين سنة. ترجمة نانسي قنقر